قبل ايام من الزيارة الاولى التي سيقوم بها بابا الفاتيكان للعراق حذر جهاز المخابرات الايطالي من المخاطر الامنية التي تحيط بهذه الزيارة والتي يضاف اليها ظروف صحية عالمية صعبة ومعقدة للغاية التقييم الذي قدمه جهاز المخابرات الايطالي بالتعاون مع اجهزة مخابرات غربية اخرى شرح ان المقاطر الامنية تأتي في ظل العمليات الامنية للقوات العراقية ضد فلول تنظيم داعش الارهابية في هذه الاثنى تستمر التحضيرات في المدن العراقية لاستقبال البابا فعلى الصعيد الامني ناقش مؤتمر امني في بغداد تأمين الزيارة وتم خلاله عرض الخطط الامنية الخاصة بالزيارة وتوزيع وانتشار القطاعات الامنية في جميع المدن والشوارع والميادين بالاضافة الى التأكيد على توخي الحيطة والحذر خلال تنفيذ الخطط الامنية واعطاء الاهمية القصوى لما تمثله هذه الزيارة على الصعيد الدولي الاستعدادات لم تقتصر على الجانب الامني بل ايضا قامت المدن بتنظيف الطرقات واصلاحها وتجهزت القنائس والاديرة لاستقبال البابا هناك تحضيرات كثيرة لهذه الزيارة تقوم بها امانة بغداد تمت وهي ايضا فرصة كانت محفزة انه بتطوير هذه المدينة اليوم اهتماماتنا كبيرة امنيا خلي اتكلم وخدميا واداريا واعلاميا ويرى مراقبون ان زيارة الحبر الاعظم الى العراق تحمل دلالة ورسائل مهمة فهي تمثل من جهة دعما دينيا لمسيحي العراق على اعتبار انهم مكون اصيل من مكونات المجتمع العراقي ومن جهة اخرى تمثل دعوة لالتقاء الاديان السماوية لما تحمله من مشتركات تعكس قيم الحوار والسلام والتعايش والاعتدال كما انها فرصة للعراق لاثبات قدرة قواته الامنية على الحفاظ على الامن امام دول العالم